اهلا بكم يا اصدقائي اليوم سنتكلم عن اذاب الاستئذان والاستئذان هو طلب الاذن لدخول البيوت او الدخول الى غرفة الوالدين ونحو ذلك قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها وقال تعالى واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستئذنوا كما استئذن الذين من قبلهم ويكون الاستئذان باللفظ بان يقول المستئذن السلام عليكم ادخل ويكون الاستئذان ايضا بترق الباب سواء اكان الباب مغلقا ام مفتوحا ويستحب ان يكون الصوت متوسطا دون صياح وان كان بدق الباب فيستحب ان يكون الدق خفيفا بلا عنف ولا يقف المستئذن قبالة الباب ان كان الباب مفتوحا ولكنه يقف يمينا او يسارا ولا يحل للمستئذن النظر في داخل البيت لان للبيوت حرمتها ومن استأذن فاذن له دخل وان لم يؤذن له فلينصرف ولا يلح بالاستئذان ولا يتكلم بقبيح الكلام واذا استأذن احد منا على انسان فالسنة ان لا يكرر الاستئذان اكثر من ثلاث مرات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فان اذن لك وان لا فارجع